السلام عليكم ورحمة الله فيديو مقارنة ما بين جهاز الوتل ماكسس الترا وما بين جهاز الوتل ماكسس 919 المقارنة بتبين الفروقات ما بدنا نحكي عن إمكانيات الجهاز لان انا حكينا عنها بفيديو منفصل الفرق الاول انه هذه شاشته 13 انش هذه شاشته 10 انش واذا بكتروح تكون دقيق شوي هاي 9.7 انش وهاي 12.9 انش فبالحالة هاي في فرق في حجم الشاشة نتكلم عن الفرق الثاني حجم الموموري الذاكرة في هاي 256 جيجا حجم الذاكرة في هاي 128 جيجا فاذا حجم الذاكرة في الالترا اكبر بيسع صور اكثر بيسع تقارير اكثر بيسع برامج سيارات اكثر بيكون بصراحة سرعته ممكن تكون افضل من ال 919 يعني بصراحة مش فروقات جوهرية للامانة يعني هذا مناش نحكي على التشابه مثلا هذا في اسلوسكوب راح نحكي باخر الفيديو لانه من الناس اللي فايك تشوف الفرق تشوف الفرق بالاول اذا حجم الشاشة تقريبا 13 انش هنا 10 انش حجم الذاكرة 256 حجم الذاكرة 128 هذا الجهاز لو شايفين الو دوكنج ستيشن هاي دوكنج ستيشن شايفين بركب عليها هذا الجهاز شايفين تطلعوا عليه ومن تحت هايو الو هاي اللي بيشبك عن طريقة فلما تحطوا هيك انت يعني صراحة منظروا شوي يعني قدام الزبون او اللي عنده طاولة بديشتغل عليها هذا مفيش مائلو دك تمسكو بايدك ها شوف من تحت حتى مائلوش هايو شوف مائلو فبدك تمسكو بالطريقة هاي تمام هذا فرق اه كمان مباناتهم الفرق الاخير اللي شفته انا فعلا فرق يعني بيستاهل نتكلم عنه الكبسة هاي شايفين هالكبسة هاي هاي الكبسة سبلت سكرين بالانجليزي شو يعني سبلت سكرين بتفصل لك الشاشة يعني فيك بتفصل الشاشة هون حلو الطلاة كيف ممتازة جدا صراحة فيك تفتح هون اه تراقب اشي معين حلو مثلا تراقب خلينا نقول تعمل اقول لك تعمل مثلا ويف جينيريشن تعمل ويف جينيريشن ها تشبك هال تولد اشارة عن طريق هات طبعا هذا بولد اشارة ما بناش نحكي عن التشابه هون فيك تولد اشارة وتراقبها من هون يعني انت فيك تراقب هون تفتح طبعا احنا هسا لانه في الحالة الطبيعية تمام بيبين معانا هيك بس احنا بالفحص رح يكون مختلف تماما رح نقدر نفتح شاشة هون ونفتح شاشة ثانية هون اثناء الفحص انا بتكلم اثناء الفحص لانه هالسياتي احنا مش شابكين على السيارة بس انت لما تشيك على السيارة تفتح تشيك بتلاقي انه هاي بتقدر تفتح هون تقدر تفتح شاشة ثانية هون يعني شوف مثلا فتحت الشاشة هون بتقدر تشيك وهون بتقدر تراقب الاشارة اذا بتقدر تفتح شاشتين مع بعض لانه حجم الشاشة فعلا كبير فانت قاعد بتولد اشارة معينة وتقيسة بشكل ثاني او بتفحص والله فانت بتقدر تشتغل تشوف براميتر معينة تمام بينما هذا ما بتقدرش يعني شوف الكبسي هاي مش موجودة هاي الكبسي مش موجودة شايفينها فشوف الكبسي هاي مش موجودة نهائيا هون طلع الكبسي مش موجودة الكبسي هاي صراحة يعني حلوة هيك انك بتراقب اشيو بتعطيه اشارة او بتفحص قاعد ونت بتفحص اشي ثاني على الجهة الثانية هاي الفروقات طبعا اللي بحب يكمل الفيديو الان تكلم بك بشكل عام يعني هو الجهازين هذولا اول اشي يعني اقوى جهازين من شركة اوتل واجهزة ممتازة جدا فيها خاصية خاصية الاستولوسكوب عفوا ايدي قائر الاشارات انت بعدين فيه اشياء فونكشنز جاهزة اللي بدي يفحص مثلا الاسبارك ايغنيشن مثلا يفحص خليني نقول يفحص مثلا بداية التشغيل شوف عملية الكهرباء يراقب الكهرباء كامل بالسيارة في خاصية الاستولوسكوب وهذا طبعا فيه خاصية الاستولوسكوب كشف اعطال كامل مسح اعطال كامل كل شي فيه فحص حكينا عن كل واحد فيديو منفصل يعني اخر ما توصلت له التكنولوجيا في اجهزة بحص السيارات متوفرة عندنا شركة المهندس الامارات الشارقة صفرين تسعة سبعة واحد خمسة صفر واحد ستة سبعة تسعة أربعة واحد صفر